الحمد لله والحمد بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر وأنا أعود بالله من شواره ونفرسين ومشي تعمل أما بعد كنشكر القناة من سيك والله يزون بخير يوضحوا هذه الأمور على السحرة وبحلول دخول شوال عارفين الحمد لله والله الحمد الشيخ راق برقيا دائما كيتكلموا كيحضرنا اسم السحرة ومشاويدين والمشاويدات وكنشكر أي صحابة لي كيغيروا المنكر وهي حداتة تغير المنكر السحرة حقا في شهر شعبان كينتشروا ومنتشرينها ومن هذا المنبر كنت بغير ندير هذا المقطع ولكن الحمد لله والحمد ما غنسميش حداري من وحد الدجال يخرج من شهر الحبس من الحبس من هو كيسكوف بن حمد ولكن معتقل في رأس العين حداري من هذا الدجال اللي ننصب على وحد سي تبتلتاشر مليون وده بغير يخرج كيقولولي الراقي الروحاني وبلما نسمي الاسم فلهذا حداري من كل الدجال وكل ساحر اللي كيستعن بالجين وإن يسان يقولكم أنك نستعن بالجين فاعل والإنسان يقول لك اسمك واسم ممك فاعلم بأنها دجال وساحر ولما كيقول لك اسمك واسم ممك كي يتعامل مع القارين دياللي يصار ليس دياللي يمين حي دياللي يصار والدي ما كيستجل السيئات ودائما في علمكم بأن القارين يوم القيامة كيولي يتكلم مع الخصم دياله وقال قول الله سبحانه وتعالى وقال قارين ما أغويته ولكن كان في ضرر البعين وكان في آية أخرى وما طغيته فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى توعى الناس ونرقي ونرقي نفسك بنفسك في بيتك لا تمشي على الرقيق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع في الإسراء والمعاج قال الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول الأنبياء كما لما يصل في السماء يقول أوصي أمتك بالحجامة أوصي أمتك بالحجامة فالحجامة هي مهمة جدا وإن شاء الله سوف أرى المقاطع الثاني عيد وأنا سوف أعمل في الثاني عيد حيث الناس مضرورة كما تحصل به ألم تحصل به أما بعد تصدق بالحجامة كما أنت في المدينة محضرون من 10 سنة وكان يتحصل على الناس يتحدث عن طلبة التي تحصل على هذا المدينة ليس لهم لتعاودي كان يقول لك اسميتك و اسميتك لا نعم اسميتك و اسمية الأم يجب أن أعطي حجاب وكتاب ويجب أن أعطي خاتم لكي يجب أن أعطي السحرة يجب أن يدخل في المس يعمل بمس يجب أن تجد في المس سوف نرى مقطع أمرك مع وجهتي في الحجامة؟ أمر لقد س دعوا إلى الصحر أمر لم أجرد مزحي كنت سنقول لك ماهو الأمر حتى وقمت لك وقد وقال لك ويجب أن أحضر لك السحر وقرأت بلق كان لك شخص يحضر السحر يقليل على السحر لقد قمت بالحر وشري اللوب الحر جاء بعدنا في الدار وشعل الفاخر حط الطاجين فق الفاخر وحطه فق طابله وما عد كتب لي اسميته واسمية أمه فيدي بزع فرال الحر وقال لي حطي الدك على الطاجين في علمك لله في علمك بأن الشيطر لما كيخل اسمك واسم أمك كيحضر القارين ديالو والقارين ديالو واللي كيخبروا بهاك شي اللي عندو أما الجين ما كيعلم بشي ما كيعلم بشي لو كان يعلم كم الساحر لو كان يعلم يعلم الرزق ديالو اللي كي يسمك واسمك فإنه هو يستعي بالجن الجن الكافر كيف كان قوله لي كان قوله لي كدير داك شي واش وما أكو كان يعلم كون يعلم رزقه ميل تاجأش لهذا الطرير الله يزيزك بخاذ خسد فلوس بسهر بعت الدار ديالي اللي كانت عندي عدم مصيبة بعت الدار ديالي مشات لي واحد خمسات مليون وليست فهد العيلة جادة منه وقاتلي شبارة كراني خديت بي واحد بيته كوزينه مهم باش ما يقشلوا لي الحمد لله والحمد لله شهده كون ما كانش ربيك كرمه والله بهذه الزوجة الصالحة والله كون حالته وغا تكون حالة كون سطين لكي في الشوارع الشوارع لكي دور في المصخين كنت كن واحد السيد بحاله كا هذا كي يكلم عني ذاك شي شهرين وفي الأخير كي يرجع عندكش وما تخرب قف صور دياله مكانت المصيبة العدمة المصيبة العدمة المصيبة العدمة المصيبة العدمة الأمهات والأباء كيكونوا اعفوا اللييلات الواردين وما كي يدعو أولادهم الأضراحة التي يدعو أضراحة والساعدات والساعدات والدباح ما كيف يدفع التعب دباح علينا أخي دام والدك كيف كان؟ ويجبته عادة ويقول لي يا ماما نشي ومني بدبوه تترقبته ويجبت فرجلي وفيديه ويجبت تتحرك ونعز رتاح وخاتي يجبت رتاح الحمد لله السيد مريد 18 سنة ويجابته غير الزوب جديل وما كشف يجي ولما رقيته ما ظهر فيه ولو تحركه إلا يدوب دوك يتحركه واثناء الحجامة هناك صور وفيديوهات اللي ستشوفه بدك يتزفيد تحت فالمشكلة لما كيبغي مشي عتي شي شراقي شرعي كي هدوه دو حد الدجال كيقول لي حداري كيقول لي حداري كيقول لي حداري تمشي عتي واحد رما يدي لكوالو كيقول لي انا عارفك عارف المرض اللي عندك وهك شراك انت متبعه مع امك وهك شي كان وراتي من الام من الام الولد من الولد يولدو اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة